موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب ووضح لاحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا على كل المنح والفرص منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع المنخللها هتقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة وكنا عرضنا فرصة وكانت فرصة حصرية عن طريق القناة عملية التقديم ولبول فيها عن طريقنا وكانت فرصة تطوع فيه اتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفيزين فيها زي الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير التقديم ولبول فيها حصرية عن طريق قناتنا اه بالاضافة كمان كنا عرضنا خدمة وخدمة المساعدة اه في التقديم لأي منحة وفرصة انت عايزة هتقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضعط الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة واحب اناول كمان جميع رابط جروبتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاصة به المنح اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلوم موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة ومنحة ممتازة جدا هي منحة دراسية ممولة بالكامل في قطر تمام الدولة اللي هتكون فيها المنحة دي هي قطر الجهة المناحة هي جامعة قطر جامعة حكومية وطبعا من عقوى الجامعات على مستوى العالم ويعتبر ان التعليم في قطر هو من يعني هي تعتبر قطر افضل دولة عربية اه في مجال التعليم حتى الان تمام اه المرحلة الدراسية اللي هتكون فيها المنحة دي هي فقط يعني الناس اللي عايزة تدرس المرحلة الجامعية تقدر تقدم في المنحة دي. انما الناس اللي عايز تتقدم ماجستير او دكتوراه غير متاح في المنحة دي. الدول المتاحة للتاديم في الفرصة دي جميع الدول المتاحة للتاديم. وطبعا هيكون يعني نسبة القبول الكبيرة من الدول العربية. تمام? بالنسبة بقى للتمويل. تعني اتكلم عن تمويل المنحة دي. وصراحة تمويل ممتاز جدا. اول حاجة حضرتك هتاخد اعفاء من الرسوم الدراسة. مش هيكون في اي تكاليف عليك عشان تدفعها للجامعة للدراسة. تمام? بالاضافة كمان هيكون مصاريف الكتب. مصاريف الكتب هتكون على الجامعة. بالاضافة الى الحصول على سكن. يعني هيكون فيه سكن جامعي. اه مجهز لك. تمام? مش تدفع لي اي رسول. بالاضافة كمان الميزة الكويسة في المنح الدول العربية زي القطر والسعودية انك هتاخد تذاكر سفر سنوية الى بلدك. تمام? يعني كل سنة تقدر تسافر ترجع بلدك تقضي الاجهز مع اهلك. تمام? وهيكون تكاليف السفر على حساب المنح. بالاضافة كمان ان الاقامة على كفالة الجامعة. يعني التأشيرة بتاعتك لان طبعا في فيزة الاقامة اللي هتكون موجودة في قطر هتدفعها لك الجامعة وهتكون على حسابها. وطبعا في اي تكاليف اخرى زي التامين الاشياء دي بتشملها الجامعة برضو. تمام? اه بالنسبة بقى للتخصصات المتاحة في المنحة دي. المنحة دي المتاح فيها تخصصات عديدة جدا. ومن ابرزها بقى الناس اللي بتدور على الطب الطب موجود هنا في المنحة دي. بجميع انواعه. تمام? الهندسة موجودة في المنحة دي. الاداب العلوم وكل التخصصات اللي بتقدمها جامعة قطر. جامعة قطر بتقدم تخصصات عديدة اي تخصص متاح ليكي التقديم فيه في جامعة قطر. تمام? يبقى ناكد تاني ان الطب موجود في المنحة دي. وهنا انا كتب لكم ملاحظة ان المنحة دي يمكنك الدراسة في هذه المنحة باللغة العربية. ممكن تدرس في المنحة دي باللغة العربية او اللغة الانجليزية. وليس هناك حد اقصر للعمر لدراسة البكالوريوس. من الميزة كمان الكويسة ان الناس اللي ضعيفة في اللغة الانجليزية. وآآ ما عنداش اللغة الانجليزية كويسة. تقدر تدرس في المنحة دي باللغة العربية. تمام? وما فيش حد اقصر للعمر لو انت مسلا سنك متأخر آآ وعايز تدرس مسلا البكالوريوس تقدر تدرسه من غير وجود حد اقصر للعمر. كمان هذه المنحة لا تحتاج شارة لغة انجليزية. تمام? للتخصصات التي تدرس باللغة العربية. يعني لو انت آآ هتدرس باللغة العربية انت مش محتاج شارة لغة انجليزية. لو انت هتدرس باللغة الانجليزية محتاج شارة لغة آآ ولكن شارة اللغة المطلوبة مش مش مطلوبة آآ في وقت التقديم دلوقتي مطلوبة لو تم يبولك ممكن تقدر توفرها للجمع. يعني دي كمان ميزة ممتازة جدا. تمام? كمان لا تشترط مجموع معين في السنوية العامة اقول بكالوريقة. لو انت اه مسلا مجموع او ضعيف المنحة دي محددتش مجموع معين ممكن عادي تقدم في المنحة دي. تمام? للناس يعني الناس كمان الطب طبعا بياخد من مجموع عالي لأ المنحة دي محددتش بالزبط يا المجموع معين فانت تقدر تقدم فيها عادي. الاوراية المطلوبة في المنحة دي بقى اول حاجة مطلوب من حضرتك سورة جاوز السفر. تمام? مطلوب منك شعارة السانوية العامة. ولو انت كنت في اخر سنة تقدم كشف الدرجات السنة السابقة. يعني لو انت دلوقتي في اخر سنة مسلا وهتتخرج قبل الدراسة في الجامعة تقدر تقدم كشفة درجات سنة التانية سنوي. وكده تقدر تلتحق بالجامع عادي وتقدم لهم شهادة السنوية الاصلية عند الحصول عليها بعد التخرج. تمام? بالاضافة كمان من الاشياء المطلوبة وجود صورة شخصية. تمام? دي حاجة بسيطة جدا. يبقى الاوراية المطلوبة هي دي. ولكن طبعا في اوراية اضافية مطلوبة. الاوراية دي اه مش مطلوب تحطها عند التقديم. ولكن لو تقبلت بتجهزها. بتجهز بقى اوراية تانية بتطلبها منك زي مسلا اه انك تجيب اه مسلا اللي هي شعارة صحية بتزبط خلوك من الامراض ما الى زالي. بتكون حاجات بسيطة تكميلية. ولكن الاشياء الاساسية المطلوبة دلوقتي عند التقديم هي دي فقط. تمام? اه بالاضافة كمان اخر معادل التقديم بقى في المنحة دي. لسه قدامك وقت هو 11 رينيو 2020. ولكن طبعا يفضل التقديم باكرا اه يعني عشان تحجز مقعدك وكده. اه وهنا كتب لكم لحظة ان المنحة دي ممكنك التقديم فيها بنفسك. لو انت عايز تقدم ممكن تتبع شرح الفيديو ده. او لو عايز تقدم اه من خلالنا ممكن اه يعني نقدم لك بشكل احترافي وهتلاقي استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وهيتم ميلي اللي عبليكيش بشكل كامل وما الى زال. تمام? اه وانا هنا هتطلقه اه لينكين اللينك ده هو الاعلان الرسمي المنحة اللي فيه كل التفاصيل. تمام? هتلاقي كل التفاصيل عن المنحة هنا. وهنا كتبين لك انواع المنح منحة جامعة قطر بتقدم منح كتيرة جدا. وهنا كتبين انواع المنح اللي فيه منح داخلية ومنح تنفسية ومنحة جامعة قطر. فهي دي المنحة اللي احنا بتتكلم عليها هي منحة جامعة قطر. بيقول لك هنا فيها نوعين المنح الداخلية والمنح الخارجية. المنح الداخلية هي للطلاب المقيمين في قطر حاليا. عما المنح الخارجية هم الطلاب الخارج دولة قطر واللي عايزين يقدموا في المنحة دي. وهتلاقي هنا المنافع او المميزات اللي بتشملها المنحة شروط الاستفادة ما الى زال. تمام كده? لا بالنسبة ليه الاعلان الرسمي ليه المنحة. طيب حضرتك عايز تقدم في المنحة دي. تعمل ايه? انا هتطلقوا رابط التقديم هنا. تيجي تضغط عليك المتقدم الان وهيفتح معاك التقديم. هيفتح معاك التقديم بالشكل ده. تمام? هتلاقي اول حاجة من حضرتك اللي بيقول لك مطلوب تمام? آآ فبالنسبة ليه الجزئية دي دي المستخدم اللي عمل على الموقع. تمام? اما المستخدم الجديد اللي هو فبيجي عند الجزء ده عشان يعمل جديد على الموقع المنحة. تضغط على الجزء ده. وهنا مطلوب من حضرتك انك تعمل ده بتعمله من عندك. شوف انت بقى تحط اي ارقام اي حروف مع بعضها. تمام? بحيث المكس ما الان يكون 15 للا للا آآ والتمانية للا دي. تمام? فهذه حضرتك مسلا بتكتب شوف بقى بتكتب مسلا ارقام محروف زي ما انت عايز بنسم هم تحفزهم في دماغك عشان تحطهم بعد كده في لو تحبيت تدخل آآ فاي وقت فلازم يكون آآ الكلمة السر دي انت عارف. وتكتب هنا برضو كلمة سر تمام? وهنا بتعمل اياه بتأكدة بتكتبها مرة كمان وبعد كده بتضغط على كلمة لوجين. لما بتضغط على كلمة لوجين ما بترجع بقى هنا ليه الصفحة بتاعت التسجيل للدخول خلاص انت عملت وعملت تكتبهم هنا وبعد كده تضغط على كلمة لوجن لما تضغط على كلمة لوجن هيدخلق على طول بتاع المنحة بتاع المنحة يظهر لك بالشكل ده هو ده هتلاقي عندك متقسم لاتناشر خانة الاتناشر خانة دول او الاتناشر دول انت محتاج تملى كل فيهم على حدة وتكتب كل البيانات اللي فيه فبيقول هنا قبل ما تبدأ بيقول لك اقرأ بعض المعلومات قبل ما تبدأ دي ما فيهاش اي حاجة تملى بس انت بتأكد انك فاهم الشروط بتاعة المنحة وبيقول لك يعني ان لو انت عايز تفهم عن المنحة اكتر انت تدخل لللينك ده بيقول لك بالنسبة للوسائق الاوراقة تحطها في شكل ملف بي دي اف بيقول لك هنا الاشياء بقى بتعرف على الحاجات قبل ما تبدأ لابليكيشن وتحط البيانات بتاعت تمام وبتيجي هنا بتعمل ان انت خلاص يعني قرأت وفاهم الاشياء دي كلها وبتعمل هنا تمام لما بتعمل بيدخلك ليه الخانة اللي بعدها اللي هو بتحط بياناتك الشخصية اسمك اسم العائلة وبعد كده خلص خلصت الخانة دي بتضغط على عشان تخش الخانة اللي بعدها اللي هي نمبرتو وخلي بالك لاحظ معايا انهما اه تلاتاشر مش اتناشر تلاتاشر اللي هو الاخير اه اللي هو انت بتأكد خلاص وبتعمل صبمية للمنحة وهنا بيكلمك عن معلوماتك بقى الشخصية زي تاريخ ميلادك اه هنا بيقول لك لو انت عندك لو انت مقيم في قطر وعندك اي دي فتحط الاي دي بتاعك تمام اه ده بالنسبة لو انت مقيم في قطر لو مش مقيم في قطر بلقى حط العدد دي من الاسفار تحط صفر 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 تمام وبعد كده حضرتك بقى بتكمل بقى البيانات ولو عايز تخلص يعني مثلا دي اللي مفروض انت هتكمل فيها البيانات بتاعتك لو انت عايز ترجع لهم اللي اللي التلاتاشر بتيجي تغغط على اللي هو دي تمام بتضغط عليه وبيرجعك كاملة وفيها كل المراحل من حيث المعلومات الشخصية وما الى زي وهنا دي هتظهر لك بالشكل ده طبعا تقدر تكمل كل اه خانة من دول زي في وقت اللي انت عايزه يعني مسلا تقدر تكمل خانة وترجع فيما بعد بعد ساعتين بعد ثلاثة اليوم اللي بعد وتقدر تكمل كل يوم حاجة يعني مش مطلوب منك انك تفضل تكمل كل الخانات في نفس الوقت. تمام? اه وزي ما قلنا اه هنا بتخش على ده بالنسبة للمعلوماتك بقى هي بتاعت العنوان اه والمدينة اللي انت مقيم فيها وتكتب كل الاشياء دي خلصت الخانة دي بترجع وتخش على الخانة اللي بعدها اللي هي اللي هو بالنسبة بقى اللي اه الوالدين هل احد الوالدين لديه جنسية قطرية ام لا وبتكتب مكان الميلاد والجنسية بتاعتك بتحطها هنا خلاص بتخلص الجزئية دي وبعدين بترجع آآ بتضغط على الجزء ده اللي هو العودة ليه الخانة الرئيسية آآ وبتخش بقى على هنا آآ بالنسبة للمعلوماتك التواصل مع الوالدين بتكتب هنا البريد الالكتروني آآ للوالد تمام آآ وتحط البيانات بتاعته هنا بتخلص الجزء ده طبعا يعني لو بصيت هتلاقي البيانات بسيطة خانات بسيطة تمام تكتب الخانات دي وبالنسبة هنا المعلومات المدرسة بتاعتك تكتبها آآ انت مسلا حاليا دلوقتي خلصت مسلا خلصت في تاريخ امتى بدأت امتى آآ تاريخ التخرج اسم المدرسة ما الى زالك بتكتبه هنا خلص الجزء دي وبترجع تاني اللي بعده بالنسبة بقى للسكشن ده هو الاساسي اللي انت بتختار فيه التخصص اللي انت عايزه تمام هنا بتختار التخصص اللي انت عايزه طيب انا عايز اختار التخصص بتاعي تختار ازاي التخصص بتاعت هتلاقي هنا انا دلوقتي كنت اخترت مسلا هندسة فانا عايز اعمل تشينج للبروجرام ده عايز اعمله تغيير اوريكم ازاي تختاروا التخصص بتاعت بتيجي حضرتك هنا بتعمل الرغبة الرئيسية عندك متاح بحد اقصى ست رغبات تختارهم ست كليات فانا مسلا باجي اختار هتلاقي هنا مسلا مكتوب قدامها آآ بنات اداب بنات طب اسناء آآ بنات هندسة بنات قانون مسلا هتلاقي بنين اداب آآ بنين قانون بنين طب بنين صيدلة فمسلا بتلاقي الحاجات دي فانت بتختار التخصص بتاعك اللي انت عايز تدرسه وآآ بتختاره من هنا مسلا انا اخترت مسلا آآ بنين قانون تمام وبعمل لها بعد لما حضراتك بتعمل بيدخلك بعد كده اللي هي ايه بقى اللي هي الرغبات السنوية انت دلوقتي اخترت التخصص الرئيس اللي انت عايزه هو القانون في رغبات تانية متاحة لك بحيث لو متقبلتش في التخصص ده تتقبل في ده فمسلا انا ممكن اختار مسلا آآ آآ علوم مسلا تفضل بانت تختار شوف بحط ده اقصى خمس رغبات آآ فرعية هنا بتختار خلاص طيب خلصت الجزء ده ترجع بقى تاني للقائمة تمام وتختار بقى الجزء ده هو كمان المهم لان الجزء ده هو اللي انت بتختار فيه المنح اللي انت عايز تقدم لها لان الابليكيشن ده هو التقديم للجامعة نفسها وانما داخل الابليكيشن ده بتلاقي اختيار المنحة فهمت عشان تختار المنحة اللي هنا احطت لكم تختار المنحة زي تيجي تضغط على هي دي المنحة اللي احنا عايزين نقدم لها تمام? آآ لان المنحة بتارت كزا لان الجامعة دي بتارت كزا منحة ولكن المنحة اللي احنا عايزين هي اخر واحدة اللي هي بعد كده بتضغط آآ بترجع تاني الخانة وتروح اللي بعده اللي هو معلومات آآ اضافية بيقولك هنا في المعلومات الاضافية بقى مسلا آآ تدرج معلومات عنك عن والديك آآ تحط اجابات على زلك والديك مسلا اخر مرحلة دراسية آآ وصل اليها والدك كانت ما عندوش شهادة بتختار آآ بالنسبة للوالدين ايه المواهلات الدراسية بتاعتهم بعد كده بترجع للخانة دي الرئيسية تمام? وبتخلص بتروح للجزء اللي بعده بقى اللي هي مرحلة آآ تحميل الوسائق. تمام? هتلاقي حضرتك هنا بيقولك اختار نوع المستند اللي انت عايز تحمله. لو انت آآ شخص موجود في قطر. تمام? يبقى تحط الهوية القطري دي. تمام? لو انت آآ مش قطري يبقى تحط الباسبور بتاعك. يبقى الاول حاجة دي بالنسبة للناس المقيمة في قطر او النسبة للناس القطريين. انها ما لو انت مش قطري يبقى تختار الباسبور. تمام? وتحط تحميل لصورة جاوز السفر. بعد كده اللي بعده تختار آآ آآ الترانسكريبت بتاع الكاشف الدرجات بتاع السنوية وتحطها. بعد كده تختار صورة شخصية بحجم جواز السفر. وتحطها هنا. تمام? وبعد كده بتعمل تضغط على ده كونفيرم. طبعا عشان ااكد تاني. اللي المنحة دي آآ مش ديه الوصائق المطلوبة بس. فيه وصائق تانية بتطلب. لو انت هتقدم على كلية علمية مطلوب منك. شهارة والطيفل. ولكن بعد القبول مطلوبة منك. انما حاليا دلوقتي مش مطلوبة. لو انت هتقدم لكلية ادبية مش مطلوب منك اي شهارة لغة خالص. تمام? ولا اي شهارة. هتقدم بس كشفت درجات بتاعك. وصورة جاوز السفر وما الى زلك. وانا مش موجود مش مطلوب منك اي شهارة. تمام? خلصت الجزئة دي حضرك بتعمل ايه? بترجع تاني القائمة دي. تمام? وبتروح ليه اخر جزئية اللي هو بقى انت بتعمل لكل آآ المعلومات اللي انت حطتها بتأكد بتعمل عليها. تمام? وبعد كده بعد لما بتعمل بتضغط على كلمة طيب. ايه اللي بيحصل لما بتضغط على كلمة اخر حاجة بقى بيوجهك بعد كده. الحاجة بقى المهمة اللي لازم تاخد بالك منها ان في رسوم في المنحة. المنحة دي بتحتاج منك رسوم حوالي اربعة وخمسين دولار. يبقى انت بعد لما بتخلص كل ده تدفع رسوم طيب. ليه بتدفع رسوم عشان المنحة تتأكد انك شخص جاد في عملية التديم. يعني مسلا انا دلوقتي دخلت مليهة البيانات دي صح? عدت مليهة اي حاجة. فمسلا دلوقتي لو انت مش شخص جاد طلبات دي كتير جات لهم خاطئة. فبالتالي مفيش جدية في التقديم. فبالتالي هم بيعملوا رسوم عشان يتأكدوا الشخص ده بيملل صح? عشان يعرفوا ان هو شخص جاد في عملية التقديم. ومعظم الدول الاوروبية والجامعات القوية الجامعات اللي في اوروبا والجامعات اللي بتكون قوية زي في قطر مسلا بتفرض رسوم ليه الابليكيشن. يبقى قلنا رسوم الابليكيشن اربعة وخمسين دولار بعد لما بتدفع كده طلبك بيوصل للجامعة وبيبدأوا يرجعوه وبعد كده بيخبروك بحالة الطلب بتاعك. وعايز اناول كمان على حاجة. ان المنح اللي بيكون فيها رسوم لابليكيشن بيكون نسبة الابول فيها عليه. لان لو قبل ما بقاش عليك بيه. فبالتالي انت لما تدفع رسوم بالنسبة كبيرة بيجي لك قبول لان ما بيكونش فيه آآآ تنفس كبير على المنح دي. تمام? فبالتالي ما تخدهاش من وجهة نظر مسلا ان فيها رسوم لأ في المنح لأ. خدها من وجهة نظر ان ممكن يكون ده سبب من الاسباب القوية ان يجي لك قبول في المنح دي لان مع لهاش تنافس المنح اللي بيكون فيها رسوم ليه الابليكيشن. تمام? كده شرح تلكم المنحة بالكامل. فيها مميزات كتيرة جدا تذاكر صفر كمان سنوية مش هتلاقيها في منحة اخرى. كتب آآ آآ رسوم الدراسية السكن عليهم الفيزة الاقامة عليهم. كل شي هيكون عليهم. وبكده تكون منحة ممتازة وكمان فيها تخصط طب والهندسة ومعظم التخصط. فاتمن انكم تقدموا فيها لانها منحة ممتازة جدا وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والبول لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.